اشتركوا في القناة كارثية هناك عشرات الالاف من النازحين جزء الجانب كبير من الموصل لم يتم تحريره القوات العراقية تتقدم داعش ترد بهجمات عليهم والكل واقف مع مكافحة الارهاب ومع العراق ضد هذا الموضوع الآن العراقيين العراق ماذا يعاني انا اعتقد ان الفساد في العراق اكثر من الارهاب في العراق وبينما يقوم ابناء العراق والجيش العراقي بتحرير العراضي وبالاشتباك مع الارهابيين ونتيجة ذلك مدنيين يقتلون وارهابيين يقتلون واموال تستنزف نجد على الطرف الآخر قيادات عراقية تقوم بنهب البلد وبسرقة البلد وايضا نجد تنافس طائفي في العراق وايضا خلال هذا التنافس الطائفي ايضا الحجد الشعبي الطائفي ايضا هناك مؤشرات لتنافس وقد يصل الى تقاتل بينهم شوف ماذا يقول رئيس هيئة النزاهة في العراق عن حجم الاموال اللي تم اختلاسها خلنشوف الفيلم ما نتحدث عن الف مليار اختفت في الدولة العراقية هناك رشاوة وعمولات وعقود كبرى يعني نتحدث عن 4000 الى 6000 عقد وهمي في العراق قيمتها 227 مليار هذا الرقم فلكي يعني صالح لموازنات دول هو تحدث على مئات المليارات ويقول هذه ميزانيات دول ميزانيات دول بالتالي حتى الناس اللي استلموا طبعا هذا كله مدعوم من قبل مين من قبل نظام ملايات الفقية في ايران فهذه ايران واستلامها للعراق لا تقدم لا تطور طائفية دمار فساد سرقة اموال رشوة تهديد لدول الجوار الان هذا الحجد الشعبي اللي ينكل بالعراقيين جزء منهم لبس ملابس شرطة الاتحادية واللاجئين اللي جوه ياخذهم ويعتقلهم وبعض الرجال مئات الرجال مفقودين وعوائلهم ما تعلم عنهم اللي يهربون من داعش يطيحون عند الحجد الشعبي يلقي القبض عليهم تفجير مساجد طبعا هذا شفناه ما لا داعي نعرضه لكم احمد الاسدي الناطق باسم الحجد الشعبي شيقول يقول سننا سوف نقاتل مع بشار الاسد ما كفاه بعد هذا يبرع يقاتل مع بشار الاسد طبعا الحكومة العراقية لا حول ولا قوة رئيس الوزراء وان طلع غرار او ظهر غرار اقترحت انه يدمج الحجد الشعبي بالرغم ما جرائمه يدمج مع عناصر الدولة طبعا هذا الحجد كله بقيادة سليماني القائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس يعني لا يخدم العراق يخدم الاجندة الايرانية وايضا شاهدنا شيخ دين يتحدث على ان ابناء العرب يقاتلون ابناء العرب وابناء الايرانيين يتواجدون في جامعات التكنولوجيا والجامعات الاخرى لنهضة وبناء ايران وبالرغم من هذه الصورة السوداوية الا ان هناك صراع وشيك بين الاحزاب الموجودة في الحجد الشعبي وخصوصا في بغداد سرايا السلام تابعة لمقتدى الصدر عصائب اهل الحق تابعة ومجموعة بدر الجناح العسكري هذه المجموعة سوف تتقاتل في بغداد واقتلوا اثنين من قياديي سرايا السلام اللي تابعين لمقتدى الصدر في شارع في بغداد شمال بغداد اسمه شارع فلسطين اذا هذه بينما الناس تقاتل داعش هم مشغولين يبون بعد قتال داعش يؤمنون انفسهم ويسيطرون على بغداد ويبدأ ايضا صراع جديد طائفي بين الاحزاب الشيعية نفسه الان هم لو صراع بينهم ماشي لكن الحجد الشعبي يحشد على الحدود السعودية ويهدد في الكويت وسوف نعمل وسوف نعمل اين الحكومة العراقية بالتالي احنا نرى الحقيقة المستقبل العراق وان دعمت دول الخليج وان قدمت لكل المساعدات لكن العراق رح يظل حبيس الطائفية رح يظل حبيس القرار الايراني في نظام ولاية الفقه سوف يعاني ابناء العرب بين التقاتل بينهم تحت شعار السنة والشيعة قتلت الحسين وموالين يزيد من 1400 سنة لا الحين يحجون ايضا السؤال اين الدولة العراقية شنو دورها دولة العراقية لا حول لها ولا قوة المستفيد الاكراد الاكراد عملوا لهم اقليم شكلوا قوة بشمرقة 120 الف الالمانيين يزورهم مستشار الالمانية زارتهم الرئيس الفرنسي يزارهم كل القيادات الاوروبية تزورهم لانه بلد مستقر واقليم متواجد وبالتالي ما عنده مشكلة المستفيد من هذه اللعبة طبعا ايران بالرغم من الظروف الاقتصادية والمشاكل تحاول ان تصدر مشاكلها وعندها حاطة العراق كشماعة تلقي عليه بهمومها والان عندها خلاف مع روسيا في سوريا وهذا رح يضغط عليها ويخليها تتمسك بالعراق اكثر لكن احنا نناشد ابناء العراق ونناشد ابناء العرب وابناء العشائر وابناء القبائل العربية انهم يلتفتون الى مستقبل بلدهم ونناشد الاحزاب العراقية الشريفة وكل الشرفاء والكوادر انهم يتكاتفون السنة والشيعة والزيدية والمسيحية والعشوريين كل طواعف العراق ما وراء ايران خير دخلت بلدكم وشوفوا فساد في تغارير تقول ان خسارة العراق الف مليار يعني تريليون في خلال 12 سنة شيء خطير وشيء كبير بتالي نعمل ان يستغر العراق وان يلتفت ابناء عليه وان يكفينا شره ويكفون شر انفسهم و الى لقاء اخر في حلقات اخرى مع شاهد على الحدث اشتركوا في القناة